صحة الاسنان بتحتاج مننا نمط صحي عشان نحافظ عليها في بقى بعض الممارسات الغلط او العداد الغلط اللي احنا بنعملها على مدار اليوم بتسبب التسوس والكسر للاسنان النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن اشهر العداد الغلط اللي بنعملها في حياتنا اليومية بتعرض الاسنان للتسوس والكسر يلا بينا اول حاجة معانا وهي مضغ التلج في ناس بتحب ان هي تقرقش التلج او تمضغ التلج العداد دي غلط جدا لان هي بتسبب حسية جديدة جدا للاسنان وبتسبب كسر للاسنان تاني حاجة معانا وهي ممارسة الرياضة بدون واكل اسنان الرياضة مفيدة جدا طبعا لصحة الجسم بس في رياضات بتكون عنيفة زي البوكس مسلا ماينفعش ان انت تمارس رياضة من انواع الرياضات دي من غير ما تلبس واكل اسنان لان اي اصابة انت هتاخدها في الوش او هتاخدها في الفك ممكن تأثر على الاسنان وتسبب كسرها ثالث حاجة معانا وهو استعمال سكاتة الاطفال الاطفال الرضع بتعيط بشكل مستمر في امهات ما بتقدرش ان هي تستحمل الاسعاج ده فبتبدأ ان هي تستخدم السكاتة للطفل ده طبعا بيأثر على الاسنان بالسلم رابح حاجة معانا وهي الجز على الاسنان ودي طبعا عادة سيئة جدا على المدى البعيد بتخلي الاسنان تتكسر وكنا تكلمنا عن التفاصيل بتاعتها في فيديو الواحده لو لسه ما شفتش فيديو اضرار طحن الاسنان هتلاقيه فوق عندك في علامة الاي اتفرج عليه بعد الفيديو ده خامس حاجة معانا وهي استخدام ادوية الكحة والنوع ده من الادوية مش امن على صحة الاسنان لان ادوية الكحة بيكون فيها نسبة عالية من السكر وده بيزود نشاط البكتيريا وبيسبب تسوس الاسنان يبقى عشان نتجنب الاثار الجانبية لادوية الكحة لازم ان احنا بعد ما ناخد الدواء نستخدم فرشة الاسنان والمعجون او غسول الفم سادس حاجة معانا وهي الحلويات الجيلاتينية زي الجيريكولا خلينا متفين ان كل الحلويات مضرة بس الحلويات الجيلاتينية دي بتكون هي الطب بتاعها المعلم لانها بتلزق على سطح الاسنان فترات طويلة جدا ومع الاهمال بتاع نظافة الفم والاسنان بتبدأ ان هي تساعد في تسوس الاسنان سابع حاجة معانا وهي المشروبات الغازية ودي طبعا لازم نبعد عنها بغض النظر عن حشاشة العظام وكل المشاكل دي هي مضرة جدا بصحة الاسنان لان نسبة السكر اللي في الكان الواحدة بتكون عالية جدا ده بجانب الاحماض المضرة اللي موجودة زي الفوسفوريك وزي السيتريك ودول طبعا هيساعدوا في تآكل الاسنان وتسوسها تامن حاجة وهو ان انت تستخدم اسنانك كأداية تقطع بيها او تفتح بيها اي حاجة زي ناس مثلا بتغض الكياس او بتفتح ازايز مثلا او ان هي تغض خيط او اي حاجة من الكلام ده كله او تقرأة الدوافر مقص ليقطع بيه حاجة في عندك حاجة مثلا مفتح هتفتح بيها الأزايز معلش هرتعبك معانا تاسي الحاجة معانا وهي مشروبات الطاقة زي الريدبول في ناس كتير جدا ممكن من اللي بيلعبوا رياضة بيبقوا فاكرين ان المشروبات دي بتديلهم بور اسنان ممارسة الرياضة وان هي هتساعدهم ان هم يعرفوا يتمرنوا كويس طبعا المشروبات دي مدرة جدا لان فيها نسبة كفاين وسكريات عالية فايريت نبعد عنها عشان هي بتسامل تساوس الأسنان وبتاكل طبقة ايه ايوه طبقة المينة مش محتاج بان انا اتكلم لو لسه ما شفتش الفيديو بتاكل طبقة المينة وطرق علاجها هتلايه فوق عندك في علامة الاي روح تفرج عليها على طول عاشر حاجة معانا وهي البطاطس الشيرسي طبعا كلنا بنحب البطاطس الشيرسي وبنحب ناكلها بس هي مؤذية جدا الصراحة لان انت بعد ما بتاكلها هي بتبدأ ان هي تلزق على سطح الأسنان وبتلزق بين الأسنان البكتيريا بقى ما بتصدق اول ما تشوف المنظر ده موجود تروح جاية دخلها عن النشويات اللي موجودة في البطاطس وتبدأ ان هي تاكل فيها وتحولها لأحماض وتسيبها على سطح الأسنان الأحماض دي تبدأ ان هي تاكل في سطح الأسنان لغاية لما تعمل تساوس عشان كده بعد ما ناكل بالبطاطس الشيرسي لازم ان احنا نخسل أسناننا بالفرشة والمعجون والبواق اللي موجودة مترقمة ما بين الأسنان لازم نستخدم لها خيط الأسنان الطبية ولو لسه مش عارف ازاي تستخدم خيط الأسنان الطبية هسيب لك برضو فيديو فوقه في علامة مشروح فيه كل حاجة بساطة اتفرج عليه بعد الفيديو ده رقم 11 وهي عدم تنظيف الأسنان بعد شرب الأهوة الأهوة طبعا لها فوائد مفيدة جدا للجسم بس طبعا برضو لها أضرار يعني انت لو شربت أهوة بكميات كبيرة جدا مع اهمال تنظيف الأسنان وغسيل الأسنان بالفرشة والمعجون هتبدأ الأسنان بتاعتك تصفر رقم 12 معنا والأخيرة وهي التدخين طبعا التدخين انا مش محتاج ان انا اتكلم عن الأضرار الرهيبة بتاعته اللي بتدمر صحتنا بشكل عام بس هنتكلم بالنسبة لصحة الفم والأسنان التدخين بيأثر على صحة الفم والأسنان في ايه في انه هو بيمنع الغضض اللعبية ان هي تفرز اللعاب وبالتالي بيسبب جفاف للفم ولو سربب جفاف للفم احنا عارفين اللي بيحصل وقتها البكتيريا بتبدأ ان هي تنشط وتزيد في الفم وتبدأ ان هي تعمل مشاكل في الأسنان زي التساوس والتهابات اللسن ده طبعا غير ان انت معرض ان انت اجيلك سرطان الفم او سرطان اللسان او سرطان الشفايف اي حاجة من الحاجات دي وبس كده خلصت حالاتنا النهاردة اتمنى تكون عرفتكم ايه هي اشهر عداد بنعملها في حياتنا اليومية ممكن تدمر صحة الأسنان لو لسه عندك اي استفسار سموليه في كومنس تحت لايك شير فولو ولو استفدت من الفيديو ادعي لي دعوها بظهر الجيل سلام